ومن موسكو تنضم إلينا السيدة إلينا سوبونينا المحللة السياسية سيدة إلينا هل ملف إيران هو الملف الوحيد الذي ذهب نتنياهو لمناقشته مع الرئيس الروسي فرادمير بوتين في سوتي خمسة أيام فقط قبل الانتخابات الإسرائيلية أنا أتفق مع الطرح سمعته الآن في التقرير عنكم رئيس الوزراء الإسرائيلي أولا يريد أن يستغل هذه الزيارة من أجل هدافه الانتخابية من أجل سحب أصوات إضافية وهو يركز على جالة الناطقين باللغة الروسية هل هيستطيع ذلك؟ أنا أشك أنه ممكن أن تكون هناك أثار كبيرة لهذه الزيارة لأن الجالة الروسية كما تسمى في إسرائيل هي دائما منشقة ونيتنياهو لديه أنصاره لبرمان لديه أنصار أيضا ولكن نيتنياهو يؤمن بأن هذه الزيارة ممكن أن تكون مفيدة ورئيس بوتين قرر أنه ليس لديه مانع أن يتفاوض الآن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مليون ونصف مليون يهود من أصل الروسي في إسرائيل هذه الزيارة كما ذكرت سيدة إلينا ربما قد يستخدمها اليوم بنيمين نيتنياهو كعامل في حملته الانتخابية ولكن موسكو هل تدعم ذلك؟ هل ستدعم موسكو بنيمين نيتنياهو؟ أم ربما لبرمان من أصل الروسي؟ روسيا دائما لديها توازنات وروسيا لديها علاقات جيدة جدا مع جميع مرشحي في هذه الانتخابات الإسرائيلية روسيا لديها علاقات بنيتنياهو ولكن أيضا أفكدور لبرمان معروف جدا في موسكو بشكل جيد وحتى قادة التحالف الأبيض الأزرق مثل موشي آيالون أيضا لديهم اتصالات واسعة بنخبة روسيا فروسيا مثل عادي حذرة جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر